بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم أسبوعياً في يحكى أنا وسائل التواصل الاجتماعي بتظهر على الشاشة مرات عديدة خلال الحلقة ممكن حضراتكم تبعت لنا الأسئلة اللي أنتم عايزيننا نجاوب عليها لأننا بنعمل حلقات مخصصة بالكامل لأسئلة حضراتكم ممكن كمان تبعت لنا اقتراحات للموضوعات اللي عايزيننا نخدها في الاعتبار في محتوى الحلقات القادمة وأكيد ممكن ترجعوا لكل محتويات الحلقات السابقة لنا سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب حساب القناة الأولى يحكى أنا أو على الفيسبوك برضو على صفحة يحكى أنا بنكتب اسم الموضوع اللي احنا عايزينه وشرطة أو سلاش يحكى أنا دكتور محمد رفعت وإن شاء الله هتلاقوا الموضوع ده إن شاء الله بنسبة كبيرة هيكون اضغطة يعني في حلقاتنا السابقة الحقيقة الحلقة النهاردة حلقة خاصة جداً لأنها من جوى البيوت قوي يعني من جوى البيت قوي قوي بقى وهي بعنوان الموضوع الأول فيها يعني بعنوان طفلك والدواء زي ما تجربة المرض صعبة طبعاً تجربة المرض صعبة ما فيش شك في كده كبار صغارين طبعاً في الصغارين كمان بتبقى أصعب لأنهما بيصعبوا علينا أكتر يعني فتجربة المرض أكيد صعبة ولكن برضو تجربة تقديم العلاج بتكون صعبة امت بقى؟ لما بنتكلم عن الأطفال وتحديداً اللي تحته عمر ثلاث سنين أعتقد أن ما فيش بيت على وجه الكرة الأرضية لم يعاني أثناء إعطاء طفله أو طفلته الأب والأم يعني الدواء وهم تحت عمر ثلاث سنين هتقولولي بس في حاجات كده كرتونية وأغاني وبتتعامل لما يبقى فيه حد عيان وبناخد دواء أقول لكم دي كرتون أو دي رسوم متحركة أو ده خيال علمي ليس له أدنى علاقة بالواقع لا من قريب ولا من بعيد الحقيقة أنه زي ما تجربة المرض زي ما بيقول صعبة فتجربة إعطاء الدواء للطفل المريض في منتهى الصعوبة والحيان الصعوبة بتزيد كل ما كان فيه ضرورة لتقديم أكتر من دواء للطفل مش بس كده ده كمان كل ما فترة تناول الأدوية طالت وأنه يعني فترة تناول الأدوية بتكون الحد الأدنى لها خمس تيام يعني ما فيش طفل بياخد دواء لمدة يوم مثلا إلا في حالات ندرة جدا لما يبقى دواء جرعة واحدة أو ما إلى ذلك ولكن أنا بتكلم في العموم الأطفال وتحديدا الصغارين تحت سن ثلاث سنوات بيكون فترة العلاج بحد أدنى خمس تيام وأحيانا بتطول أو في أوقات كتيرة الحقيقة بتطول عن كده عشان كده نعايز أقدم لحضراتكم الحقيقة النهاردة نصائح متعلقة بالأدوية هما الحقيقة خمسة وثلاثين نصيحة يعني ربنا يقدرنا ونقدر نحن نخلصهم في خلال الحلقة عشان نلحق نكلمكم في الموضوع التاني خمسة وثلاثين نصيحة بعد هذه النصائح بكل تأكيد أنتم عندكم كامل الفكرة وكامل الخبرة فيها ولكن في اعتقادي أن هناك من بين الخمسة وثلاثين نصيحة بعض النصائح اللي ممكن تكون جديدة عليكم شوية أو عارفينها بس مش عارفين طريقة تطبيقها أو تنفيذها علشان كده عايزين نبدأ مع حضراتكم على طول النصيحة الأولى هي أننا لازم نستشير الطبيب قبل إعطاء الطفل أي دواء وعلى قد ما تباني أن النصيحة دي سهلة ومنطقية ومعروفة يعني ولكن للأسف التطبيق على أرض الواقع بيختلف شوية كتير من الأباء والأمهات بيقولوا لا قبل ما ندي يعني قبل ما نسأل الدكتور طب ما ممكن الحالة المرضية دي تكون شبه الحالة المرضية الفلانية اللي مرت على طفلنا في فترة سابقة من شهر من شهرين من ثلاثة طب ما نكرر نفس الدواء أقول لكم لا تحت العمر ده أو تحت السن اللي احنا بنقول عليه تحت السنتين تحديدا كمان الأطفال اللي عمرهم سنتين فأقل لا يجب أن احنا نعمل كده أبدا وده يعني أنا بقول لكم اللي بيحصل ده بيحصل لأسباب كتيرة مش منها أكيد أنه الأب والأم دول مهملين في علاج أولادهم خالص ولكن أحيانا بيبقوا متبنيين الطريقة السهلة أو بتبقى فيه صعوبة للوصول للدكتور اللي هما بيتابعوا معاه أو أي أسباب أخرى فعشان كده هما بيحاولوا يحلوا الأمر على طريقتهم لكن أنا بقول لكم تحت سن السنتين لا ده ممنوع أي حالة مرضية تصيب الطفل لقدر الله لابد من استشارة الطبيب وبالتالي أي دواء بندي للطفل يجب أن يكون باستشارة كاملة من الطبيب فيه مفهوم اسمه الأدواء المعتادة يعني الأدواء المعتادة دي الحقيقة أن القعدة دي ما تنفعش لو طفل أقل من سنتين يعني لازم يعدي السنتين على الأقل بشهر أو شهرين هقول لكم إيه الحكاية دي يعني إيه الأدواء المعتادة يعني مثلا لو في حال قدر الله مثلا الطفل ارتفعت الحرارة مثلا أو كان عنده أعرض تاني مثلا كحة أو ما إلى ذلك تمام؟ لا هنصبر شوية علشان إيه؟ نفهم النقطة دي بتاعت الأدواء المعتادة دي فهنا لما الطفل بيكون عدد سنتين في أدوية فعلا بيكون اعتاد الطفل على أخذها يعني هي من هنا جات المسمى الأدوية المعتادة علشان كده بنديها للأطفال في الحالة دي بس زي ما قلتلكم بشرط أن احنا نكون فوق سن السنتين تمام؟ وبشرط آخر أنه يعني ما يكونش فيه أحوال تانية أو اختلاف في الحكاية علشان كده في حكاية المرض يعني عشان كده هنحط للموضوع ده قانون إيه رأيكم في استخدام الأدوية المعتادة اللي زي ما قلتلكم لا تخرج من نطاق دواء خفض للحرارة أو دواء كحة أو دواء حساسية ها؟ إمتى يعني ما نطبقش بقى القاعدة دي اللي هي قاعدة الأدوية المعتادة أول حاجة لو الطفل أقل من سنتين زي ما لسه عيلي طيب تاني حاجة إيه؟ أو تاني قاعدة يعني انت خلينا ما نستخدمش الأدوية المعتادة في حالة اختلاف شكل الأعراض شكل الأعراض لو اختلف من حيث الشدة أو العلامات المصاحبة يعني لو الأعراض نفسها كانت شديدة قوي أو ظهر أعراض مصاحبة أو علامات مصاحبة ما كانتش موجودة قبل كده وتالت احتمال في حالة ظهور أعراض جديدة تمام؟ تحت عمر السنتين ما ينفعش ندي للطفل الدواء اللي وصفوا الطبيب قبل كده حتى لو بان ليكم أن الطفل مصاب بنفس الحالة المرضية خلاص دي برضو نصيحة تحت سن السنتين ما بنديش الأدوية المعتادة زي ما اتفعل وده لأن الطبيب أو الأطباء يعني بشكل عام هم بس اللي بيقدروا جماعة يحددوا لاختلافات الطفيفة ما بين الأعراض المختلفة وبناء عليه بيحدد الدواء المناسب احنا كده قلنا حوالي ثلاث نصائح تمام كده؟ النصيحة الرابعة إذا كان طفلك بياخد أدوية بشكل منتظم فلازم تقولي للطبيب اللي هيكشف على طفلك حتى لو الأدوية دي فيتامينات يعني لو هو بياخد مثلا كالسيوم بشكل منتظم أو فيتامين دال بشكل منتظم أو حديد يعني كان موصف له سابقا دواء هو ماشي عليه خلاص كده لازم نبلغ الطبيب ليه؟ لأن بعض الأدوية ممكن ينتج عنها خطورة لقدر الله إذا الطفل أخدها مع أدوية تانية بعينها طيب النصيحة الخمسة في كل الأحوال سواء قدمتم الدواء لطفلكم بعد الكشف الطبي يعني بناء على رشدة طبية أو كان الطفل أكبر ودي ناله الدواء بس بمفهوم الأدوية المعتادة زي ما اتفقنا اللي هي لا تخرج عن نطاق دواء كحة دواء خفض للحرارة دواء حساسية وحتى أدوية الكحة بتختلف يعني بيبع عليها محزير شوية لأن شكل الكحة ممكن يختلف وإنتوا ما تاخدوش بالك تبقوا بالنسبة لكم دي كحة يعني وخلاص لأ إنما شكل الكحة أو الصوت المصاحب للكحة أو فترة الكحة ممكن تبقى مختلفة شوية بس إيه؟ هنقول إن ده مفهوم الأدوية المعتادة في كل الأحوال لازم لما ندي الطفل دواء لازم نقرأ النشرة الداخلية للدواء دي نصيحة مهمة جدا طيب ليه؟ أولا النشرة الداخلية دي مش مكتوبة كده عبسا يعني خلاص النشرة الداخلية دي لازم تتقري وأنا بعتذر طبعا سلفا يعني بنيابة عن كل شركات الأدوية في معظم دول العالم لأنها بتكتب بخط صغير قوي خلاص وأحيانا بتبقى مربكة جدا جدا بس أنا بقول لكم لازم النشرة دي تتقري وهنرجع بس للموضوع ده يعني بنصيحة كده جانبية بس هقول لكم ليه لازم نقرأها أولا علشان ممكن يكون فيه معلومات إضافية مهمة والطبيب نسي يقوله هو ما عندهش حق طبعا الطبيب بس وارد وارد أن يكون فيه دواء معين له ملبسات كده معينة خلاص فوارد أن الطبيب يكون كتب الدواء وخلاص يعني أو قال لكم الدواء ده هيتاخد كذا 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 خلاص فاحنا لازم نقرأ بقا نقرأ في النشرة أن الدواء ده مثلا بيترج قبل ما ناخده بيترج كويس أن الدواء ده مثلا بيتحضر بالطريقة الفلانية أنه الجرعة بتحسب بناء على الوزن فنقول الله ده الوزن هنا لما نحسب وزن ابننا اللي إسناه لسه عند الدكتور ده ممكن يكون فيه فرق في الجرعة وده ممكن نعمله حتى مع الصيدلي يعني أنا بقول لكم مجرد أمثلة ده أول سبب أنه يكون فيه معلومة مهمة ما تقالتش في العيادة الدكتور ما قالهاش خلاص فنعرفها احنا لما نقرأ النشرة والسبب التاني لاطمئنان أن الدواء ده أصلا أصلا قادر على التعامل مع الحالة المرضية لطفلكم أو لطفلتكم خلاص وأسباب تانية يعني الحقيقة بس طبعا أنا عارف أن فيه حد دلوقتي حالا هيقول إيه طب إحنا كأباء وأمهات يعني إيه اللي هيفهمنا وبعدين هو إحنا يعني رحين للدكتور علشان نراجع على الدكتور ما صح ممكن الناس تفكر كده بس أنا الناس دي هقول لهم لا أولا لما يقولوا إحنا إيش فهمنا أقول لهم لا إنتوا بتفهموا يعني لما نقرأ في النشرة أن هذا الدواء يعالج حالات السعال المصاحب له مخاط كسيف فتقولوا آه والله دي الحالة بتاعت ابننا خلاص أو إن هذا الدواء يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي فيقلل حركة الأمعاء وبالتالي يعالج ألا طب ما آه يبقى إحنا كده بنفهمه يبقى الدواء ده مناسب لابننا أو بنتنا فعلا الدكتور ده كالترخير أو الدكتورة دي كالترخيرة كتاب لنا الدواء الصح تمام ده أول حاجة لما الناس اللي تقول إيه هو إحنا يعني لما نقرأ النشرة أو إحناش فهمنا لا أقول لكم أنتوا بتفهموا تمام وتقول مش بجملكوا يعني أنتوا بتفهموا فعلا وتاني سبب إن إحنا المفروض نتحرط دقة فعلا لأقصى مدى لما ندي لطفلنا دواء يعني إحنا هنخسر إيه لما نقرأ النشرة خلاص وبرضو مرة تانية لإن ممكن يكون فيه تفاصيل كتير الدكتور مقدرش يقولها نتيجة ضغط الشغل ولو إن بقى الحقيقة في النقطة دي بالذات ده مش عذر يعني لا عذر إن الدكتور ينسى يقول معلومة مهمة ولا عذر إن الدكتور عشان ضغط العيادة أو الناس كتير يعني ما يقولش المعلومات بشكل كافي أو بشكل تفصيلي للأسر اللي بتيجي تكشف على أولادها وبناتها عايزة أقول لكم يعني في النقطة دي الحقيقة قصة قصة قصيرة حزينة زي ما بيقولوا بس هقولها لكم بعض الفاصل يعني قصة بس عشان تعرفوا فعلا إنه الموضوع ممكن يوصل لغاية فين في حكاية الضغط بتاعة الشغلة دي هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا معاكم النهاردة واللي بدأناها إن شاء الله بنصائح متعلقة أو متعلقة بإعطاء الطفل الدواء وهم عدد كبير من النصائح لسه ربنا يقدرنا ونحاول إن شاء الله نخلصهم خلال الحلقة يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني أو الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها زي ما عرفته في الجزء الأول إن إحنا بنتكلم عن نصائح متعلقة بإعطاء الأطفال الأدوية خلاص بدأنا معاكم النصائح وكنا ختمنا الجزء الأول بإن إحنا قلنا لحضراتكم إن فيه نصيحة مهمة إن أنتوا لازم تقرؤوا النشرة الداخلية للدواء وقلنا إن إحنا كده مش إن إحنا هندخل في تفاصيل علمية أو طبية إحنا مش فاهمينها لا إحنا بنتأكد إن الدواء ده فعلا ملائم للحالة المرضية اللي عند ابننا أو بنتنا لقدر الله وتاني حاجة عشان لو فيه معلومات مهمة الدكتور ما ألهاش لنا وقلنا الأسباب سواء إن الدكتور نسي وهو عذر غير مقبول على الإطلاق أو إن الدكتور ده ما قالش تفاصيل نتيجة ضغط الشغل الكبير اللي عنده وهو عذر برضو غير مقبول أيضا على الإطلاق وفي النقطة دي عايز أحكي لكم قصة أنا قلت لكم قبل الفاصل قصة قصة قصيرة حزينة حزينة جدا يا كان فيه دكتور مرة يعني واحد من الدكاترة مفروض منهما من أسات زيتية ولكن هو دكتور كبير وكان عنده ضغط كبير قوي في العياد كان عنده حاجة غريبة جدا بتحصل حقيقة أنا ما صدقتهاش غير لما أنا شفتها شفتها بعينيها إن فيه تكدس كبير وإن فيه ناس كتير موجودة في العيادة فكان الدكتور ده بيكشف على الأطفال المرضى بطريقة غريبة جدا بيكشف على الأطفال أربعة أربعة يعني يجي الممرد اللي في العيادة ينده يقول مثلا على باسم الطفل المريض يقول فلان 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 تمام كده الأطفال بقى صغاري فالأمهات يعيني وعادة بيكونوا أمهات يعيني ما بيدخلوش بقى الأباء لأن الدنيا زي ما أنت شايفين تبقى زحمة يا فيدخلوا على الدكتور تمام ييجي الدكتور ده الأمهات المطلوب منهم يعملوا إيه بقى إنهم يعني يكشفوا ملابس ولادهم خلال برد بقى حر مش مش مشكلته يعني خلاص ويبتدي يسمع بالسماعة أو يتكلم كلام مقتضب جدا مقتضب يعني مختصر الحقيقة كلام قصير جدا جدا مع الأم دي والأم دي والأم دي والأم دي خلاص وبعدين إذا كان مثلا بيشوف كده حاجة فيشوف برضه بسرعة كده 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 عارفين زي اللي بيشوف بوفيه كده بتاع طعام وبعد كده مثلا إذا كان فيه سماعة يعني يسمع بالسماعة هنا ويسمع هنا ويسمع هنا وبعدين هو مسك الرشدتة في إيده ضفت الرشدتات ويكتب الرشدتات أنا عارف إنه وأنا بتكلم دلوقتي فيه ناس مروا بتجارب شبه كده شوية حتى لو مريد واحد يروح كاتب الدواء ويروح قطع الرشدتة ويروح حططها كده على بطن أو صدر الطفل الأولاني والتانية والتاني والتالت والرابع تمام الحزن بقى والمأسامة ما خلصتش لغاية هنا ده المأساة بقى إن الأمهات دول يعني ما بيلبسوش ولادهم جوه قط الكشف ولا قوضة تانية ده هم بياخدوا كده ولادهم الصغارين دول وهما هدومهم مكشوفة وعلى صدر أو بطن كل طفل الرشدتة بتاعته علشان خاطر ما فيش وقت هم الأربعة دول بيخرجوا عشان أربعة تانيين يدخلوا هذا الحقيقة أمر غير إنساني وغير مقبول وغير مهني وغير طبي وغير أخلاقي يعني حاجة من وراء العقل إن ده يحصل والحقيقة إذا كان هذا الطبيب أو غيره يعني بيعملوا كده علشان كمل المرضى بقى الكتير اللي عندهم ويبقى يعني الأرباح زيادة فالحقيقة إن العجيب إن يكون فيه أسر بيروحوا يكشفوا بالطريقة دي يعني أنتوا بتفرطوا في حق أصيل من حقكم أو حق ولادكم بمعنى أدق فأرجوكم ما تعملوش كده وأنا قلت لكم قبل كده نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى إنكم بلاش حكاية السنة ده الدكتور بتاع ابني أو ده دي الدكتورة بتاع ابني لا أنتوا لازم يكون عندكم أكتر من دكتور ليه؟ لأنه الدكتور ده بني آدم في الحياة العامة بيسافر وبيعيا وبيبقى عنده ظروف فممكن يبقى مش متواجد أو يكون هو بقى يعني واخد المسألة بجانب أخلاقي متميز فبياخد عدد معين من الحالات كل يوم وده المنطقي وده المنطقي إن إحنا إن إنتوا لو تخيلتوا كده معايا الحوار مع المريض اللي هو أهله يعني الأب والأم عشان نسمعهم الولد ماله بيكشف ماله إيه مشكلته كذا 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 وبعدين أنا أنا كطبيب أو مكشف على الطفل وبعد كده أرجع أشرح للأب والأم ده الطفلكه ده عنده إيه؟ وجاله إزاي؟ ونخلي بالنا من إيه عشان ما يحصلش تاني؟ ثم إن أنا أشرح لهم الدواء اللي أنا كاتبه الدواء ده بيتاخد كذا وبيتحضر بترافه لنهي وجرعته كذا وهتلاقه كذا ولو ما لقيتوش الدواء ده فيه بديله كذا وكذا أعتقد إن الأمر ده يعني بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقل عن 15 ل 20 دقيقة يعني لا يمكن إذا لم يكن أزيد يعني واخدين بالكو إنما فكرة إن الدكتور اللي بيكشف في دقيقة دي أو دقيقتين وبيكشف على اتنين مع بعض ولا تاتة مع بعض ولا أربعة مع بعض ده أمر غير المقبول فأنا بقول لكم إذا كان الدكتور ده اختياره فما يبقاش ده اختيار كنتو بقى اختيار كنتو تروحوا للأطباء اللي بياخدوا وقتهم في الكشف وبيشرحوا لكو وما إلى ذلك خلاص كده؟ طيب النصيحة السادسة بالمناسبة عايز أقول لكم نصيحة بس على النشرة برضو قبل ما نروح للنصيحة السادسة وإنتو بتقروا لما تيجوا للجزية بتاعة الأعراض الجانبية ما تتخيلوهاش بقى على ولادك أو لو إنتو حتى كباروا بتاخدوا الدواء ما تعدوش تقولوا إيه؟ إيه ده الأعراض دي كلها؟ آه دي جات لي ممكن حاجة اسمها بالإحاء كده لا الأعراض الجانبية دي بس أشرح لكم فلسفة الموضوع الأعراض الجانبية دي قبل ما يصرح بأي دواء في أي مكان في العالم بيجرى تجارب على الشق البشري يعني على ناس متطوعين كده بيتعمل عليهم تجارب الأدوية يعني بإرادتهم هم موافقين فمثلا بيعملوا تجربة مثلا على ألف مريض تمام؟ الألف مريض دول بيرجعوا يسألوهم بقى إنت مثلا حصل لك صداع فتلاقي مثلا اتنين تلاتة يحصل لهم صداع عشر تنفار يحصل لهم مغس عشرين واحد حصل لهم غمامان نفس الباقي ما حصل لهمش حاجة فلازم في العلم يعني الحاجات دي تكتب عشان كده حتى تلاقوا في الأعراض الجانبية من الأعراض الجانبية الشائعة ومن الأعراض الجانبية قليلة الحدوث ومن الأعراض الجانبية النادرة تمام؟ ما تقعدوش انتوا بقى وانتوا بتقروا النشرة عشان بس أنا نصحتكم نصيحة ما تجيش يعني على دماغي ما تقروش النشرة وتقولوا إيه آه ده الأعراض دي كلها جات لنا أو هتيجي ما فيش حاجة هتيجي بعد الشهر ده هو أنا قلتلكوا دي تجربة علمية قبل ما يطلعوا الدواء للأسواق العلمية والطبية والدوية فلازم يذكروا هذه الأمور النصيحة السادسة إننا لازم نهتم جدا جدا بقراءة تاريخ الصلاحية يعني وإحنا بناخد الدواء كده من الصيدلية أو حتى لو بعثنا جبناه وجابه لنا في البيت لازم نقرأ تاريخ الصلاحية وبمناسبة تاريخ الصلاحية عايز أقول لكم لما تقروا مثلا إن تاريخ الصلاحية مثلا يعني شهر مثلا فبراير 24 24 أو مارس 24 اللي هو التاريخ انتهاء الصلاحية التاريخ ده بيبقى المقصود بين هاية الشهر مش أول الشهر يعني فيه أدوية بتبقى مكتوبة باليوم إنه مثلا الدواء ده هيخلص يوم مثلا 24 فبراير 24 وفيه أدوية تانية تبص ليوم كدبين الشهر وبعدها السنة فانتوا لما تلاقوا الشهر اعرفوا إنهم المقصود آخر الشهر مش أوله تمام النصيحة اللي بعد كده أولا الدواء المنتهي برضو الصلاحية دي نقطة مهمة أولا لو فرضا حد خد دواء منتهي الصلاحية خلاص الدواء ما بيكونش مضر ما بيكونش مضر دي نقطة مهمة وما حدش بيتكلم فيها خالص خلاص بس بشرط إنه هو ما يكونش فات على نتاق الصلاحية أكتر من ثلاث شهور خلاص أنا قلت إيه مش مضر لكنه غير فعال بالشكل المطلوب غير فعال بالشكل المطلوب خلاص فأنا نصيحتي إنه الحكاية دي خلوها مثلا يعني في الضرورة القصوى مش تروحوا بقى أنتوا يعني تلاقوا الدواء اللي ناقص اللي ناقص على تاريخ صلاحيته مثلا أسبوع ولا حاجة وتقولوا إحنا هناخده شهرين فنقوم ناخده خدوه بس أنا بقول لكم هتبقى الفاعلية أقل هو مش مضر مش سام اللي قدر الله ولا مضر ولكن الفاعلية الدوائية بتكون أقل تمام النصيحة السابعة إننا لما نرمي الأدوية اللي صلاحيتها بقى انتهت يعني بنراجع كده على الأدوية اللي عندنا فده بصفة عامة أنا بكلم بلقتي بصفة عامة مش بس أدوية أطفال طبعا أدوية أطفالنا في القلب من اللي أنا بقوله ده يعني لازم نتخلص منها بطريقة حاسمة طريقة إيه حاسمة علشان غيرنا ما يتضرش يعني إيه طريقة حاسمة يعني لو أدوية شرب صلاحيتها خلصت بنفرجها في الحوض ونسيب عليها المية لو أدوية أطراس ممكن تدوب مثلا ندوبها في مية آه نبزي المجهود لأن ده حاجة لوجه الله احنا بنعمل حاجة كده عشان محدش غيرنا يتضر بندوب كده الأدوية دي في مية ونرمي برضو المية طب لو ما بتدوبش نكسرها خلاص ونرميها بعد كده خلاص وإن كنت أنصح إن حتى الأدوية اللي بتتكسر دي تدوب بعد كده في المية ده إذا كانت مغلفة لأن في أدوية بتبقى مغلفة كده فما بينفعش الدوب لا إن إحنا نكسرها كده الأول بعدين ندوبها في شوية مية ونرميها ليه أنا بقول لحضراتكم هذه النصيحة الغالية خلاص لأن في مجرمين مجرمين أنا بقول له هو باللفز بالشكل واضح ولا التباسة فيه في مجرمين بيستخدموا الإقراص دي لما بيحصلوا عليها من القمامة خلاص يعني بيعودوا كده يعني الحاجات دي بتتباع عايز أقول لكو يعني خلاص ويا إما أنه هم بيعيدوا تغلفها أو بيعوها لأماكن أخرى على اعتبار أن الأماكن دي مثلا ممكن ميبوش مهتمين قوي بقراية تاريخ الصلاحية يعني حاجات أحيانا بيعاد تغلفها فأنا بقول لكو لا ضرر ولا ضرار لما يبقى فيه دواء أنت عارف أو أنت عارف أنه من تأتي صلاحيته تخلصوا منه بشكل حاسب ما تقولوش إيه وأنا لسه هاعد بقى واشير اعملوا ده ويعرفوا أنكم بتعملوا عمل خير خلاص عشان غيركم الأخر ده اللي أنتوا بتعرفوش ما يتضرش لا هو ولا أولاده النصيحة التمنى بخصوص برضو الأدوية هي ضرورة التأكد أن الدواء الذي تم شراؤه هو نفس الدواء اللي وصفه الطبيب هتقولوا لي الله أمال يعني إيه هقول لكو لا أحيانا بيكون فيه زيادة حرف مثلا منفصل يعني الدواء مثلا خلاص دواء وبعديه مثلا كلمة إتش يعني فيه منه عادي وفيه منه هو نفس الدواء وشارطة كده إتش أو دواء وبعديها شارطة كده إن خلاص فأحيانا في الصيدليات بيحصل خطأ في بعض الصيدليات وبيتم صرف نفس الدواء لكن الدواء التاني أقول لكم على حاجة تانية أحيانا بيحصل عشان كده النصيحة بتقول إيه نتأكد أن الدواء ده هو اللي مكتوب في الرشدة نقرأ كده الرشدة أو نخلي حد يقرأه لنا لو إحنا بعد الشر يعني مش عارفين نقرأ هو ده هو ده آه ليه؟ لأن فيه أدوية ممكن تبقى هو الدواء آه بس التركيبة بتاعت أطفال أكبر سنة مثلا أو دواء بتاعة كبار إنتوا فهمين قصدي يعني فيه أدوية بتبقى للردع للردع وفيه أدوية بتبقى نفس الدواء بس للبالغين أو للأطفال يعني أكبر شوية فيه أدوية للبالغين بقى لهم الكبار فإحنا لازم نتأكد أن الدواء ده هو اللي تكتب لابننا أو بنتنا في الرشدة الطبية وطبعا لقدر الله لو حصل اللي أنا بقول عليه ده أنه الدواء حصل فيه اختلاف سواء في الجرعة أو دواء تاني غير الدواء الأصلي بيكون فيه خطورة على الطفل فإحنا نتجنب ده بأن إحنا نطبق النصيحة التامنة اللي أنا لسه بقول لكم عليه النصيحة التسعة النصيحة التسعة دي بخصوص بدائل الأدوية مش أنتوا بتعرفوا كده ما تروحوا يقول لك الدواء مش موجود بس فيه بديل وتلاقوا في الصيدلية بقول لكم كده وفيه داكاترة الحياة شطار يبقوا عارفين من الأول يقولوا مثلا إيه الدواء ده ممكن يبقى ناقص فأنا بقول لكم البديلة هو أو بيكونوا هم عندهم مرونة يعني إيه يقول لك أنت روح الصيدلية ولو ملقتش الدواء كلم العيادة فتلاقي الممرد أو حتى الدكتور نفسه أحنا فيه ناس أفاضل يعني الدكاترة فيهم ناس يعني بجد ناس يعني كلهم شرف وكلهم عزة كده وكلهم ضمير تلاقي الدكتور نفسه يكلم الصيدلية يقول له الصيدلية يقول له يا فندم ده مش موجود إيه رأي حدك ندي ده يقول له آه تمام على يعني أسوأ الفروض الممرد أو الممردة بيدخلوا يسألوا الدكتور المريض الفلاني اللي كان عنده حضرتك الدواء الفلاني مش موجود فهوما بيقولوا البديل ده هيقول لك آه أو لأ تمام كده الحقيقة إنه في المطلق أو بشكل عام يعني هقول لكم إيه المفروض فيه ناس تقول لك إيه ما تسمعش كلام الصيدلي بس أنا بقى هقول لكم عكس اللي أنتوا متوقعين لا المفروض نقبل باقتراح الصيدلي بتقديم بديل للدواء أحيانا بديل للدواء المكتوب في حال عدم توفره خلاص لكن أنا زيما بقول لكم نقبل بكلام الصيدلي ليه لأن كتير جدا جدا من الصيدلة 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 مش اللي بيشتغلوا في الصيدليات أظن الفرق واضح لأنك ممكن تلاقي اللي عمالي يتعامل معاك ويجيب لك الأدوية ويحطها وبتاع وممكن يكتب لك حتى الدواء ده بيتاخد إزاي ليس له علاقة بالصيدلة لا من قريب ولا من بعيد ودي حاجة أنتم عارفينها وأنا عارف أنكم عارفينها خلاص فإذا كان صيدلي كتير جدا من الصيدلة بيكون عندهم كفاءة الحقيقة أو شطار في تقديم البدائل بصورة يعني صحيحة مليون في المية لأن دي شغلتهم ودي دراستهم فهما بيجيبوا لكم البديل على أساس إيه عشان بس تبقوا أنتم في الصورة ما تفتكروش أن الصيدلي بمش عارف شغله أو أنه بيداري الدواء الأصلي عليكم هو بيجيب نفس المادة الفعالة لكن مع اختلاف الإسم التجاري أي دواء في الدنيا هاتوا دلوقتي كده وأنا بتكلم ولا في الفاصل اللي جاي على طول ده هاتوا علب الدواء هتلاقوا اسم الدواء مكتوب الكبير وتحتيه اسم بكتوب بخط صغير صح كده الاسم اللي مكتوب بخط كبير ده اسمه الاسم التجاري والاسم اللي مكتوب بخط صغير هو الاسم العلمي اللي مهم في الطب والصيدلة الاسم اللي تحت مش اللي فوق فهتلاقي نفس الدواء ده نفس الدواء ده موجود يعني لو أنت بسا عندك علبة سابقة تلاقي دوين ما لهمش أي علاقة ببعض في الأسامي اللي فوق لكن نفس المادة الفعالة اللي هو الاسم العلمي بس دي شركة ودي شركة خلاص؟ هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم إن شاء الله نكمل نصائح إعطاء الأطفال الأدوية يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه واللي خصصناها ويبدو أنها ستخصص بالكامل ما فيش موضوع تاني بقى عن نصائح إعطاء الأطفال الأدوية وكتير قوي من النصائح نقولنا لغاية دلوقتي تسعة نصائح كتير من هذه النصائح تنفع للكبار وللأطفال وكنا وصلنا للنصيحة التسعة وقلنا إن إحنا بدائل الأدوية قلنا إما بنرجع للطبيب اللي كتب لنا الدواء ده أن نقوله الدواء مش موجود فإيه البديل أو إن إحنا نقبل باقتراح الصيدلي في حال إن إحنا كنا عارفين إن هذه الصيدلية مثلا بنتعامل معاها أو إن هما باين على يوم شطار وعشان يعني نخلص من القصة كلها دلوقتي كلنا مسكين تليفونات وفيها جوجل كده فممكن نشوف كده اسم الدواء اللي هو الأصلي اللي ناقص ده فبنشوف المادة الفعالة بنشوف شكل العلب اقروا الاسم الصغير اللي تحت لو لقيتوا البديل هو هو خدوا أنتم التمنين هو هو يعني بيبقى فيه بس لأنه الحكاية الحقيقة بيبقى فيه ضغوطات من شركات الأدوية على الأطباء وده طبعا مش مفروض يحصل ولا المفروض يتقال بس أنا بقوله لأن دي الحقيقة المرة زي ما بيقولوا يعني الحقيقة المرة هي إن فيه شركات أدوية بتحاصر بعض الأطباء فتلاو الأطباء يكتبوا أدوية بعينها كده مع أن مثلا الدواء الفلاني ده ممكن يكون له في السوق يجي مثلا عشر أشكال بعشر أسامي تجارية بس لو فيه دكتور مصري كده على دواء بعينه خلاص خلاص هو شايف كده إحنا لينا إيه زي ما بنقول لينا الاسم العلمي المادة الفعالة بتاعت الدواء ده روحنا بقى الصيدلية هتلاو الصيدلية يقول لك على فكرة الدواء ده مش موجود خلاص بس فيه ده وفيه ده وفيه ده وكلهم زي بعض كلهم تقريبا بسعر متقارب أو بنفس السعر خلاص وهو هو المادة الفعالة بس ده شركة وده شركة تانية وده شركة تالتة وده شركة رب أو ده مستورد وده محلي أو ده نصف مستورد يعني المادة الفعالة بتيجي من بره وبيتغلف هنا وهكس اللي يحسم المسألة إيه؟ الاسم العلمي النصيحة العشرة إنكم تكونوا حاسمين في قرار إعطاء الطفل الدواء هي نصيحة غريبة أنا معاكم يعني إيه حاسمين؟ احنا ممكن نتدلع يعني لكن اللي بيحصل في كتير من الأحيان هو إن الأب أو الأم بيستسلموا أو هما الاتنين يعني الأب أو الأم أو الاتنين بيستسلموا لبكاء الطفل يعني الطفل عمالي عيط مش عايز ياخد ده مش عايز ياخد ده فأنتوا بتبصوا كده للطفة تلقوا مثلا الأب بيقول إيه؟ خلاص بقى ما فيهاش حاجة يعني لما الجرعة دي تفوت أو الأم تقول خلاص بي يعني ده هيفحم نفسه ملعيات خلاص بقى مش مشكلة مش عارفين هنعمل إيه يعني؟ لأ لازم نكون حاسمين في موضوع إعطاء الطفل الدواء النصيحة الحداشر هي رغم الحسم اللي هيبان في صوتنا لما نقول للطفل إن دلوقتي معاد الدواء لكن هذا الحسم لا يمنع إن إحنا نقدم بعض الاختيارات اللي تحسس الطفل إن عنده بعض الإرادة في مسألة إعطاء الدواء أو أخدان الدواء هقول لك زي إيه؟ زي إن إحنا مثلا نقول للطفل معاد الدواء دلوقتي يا حبيبي تحب ناخد الدواء ده فين؟ ناخده هنا ولا ناخده في القوضة التانية اللي جوة؟ فاهمين قصدي؟ الدواء ده مثلا هنشرب بعض دي حاجة ها تحب تشرب إيه؟ تشرب العصير ده؟ ولا تشرب النوع التاني ده؟ ولا تشرب لبن حليب؟ ولا تاكل حاجة؟ فاهمين قصدي؟ تحب مين يديك الدواء؟ بابا ولا ماما؟ ولا تيتها إذا كانت مثلا تيتها قاعدة معانا فاهمين قصدي؟ الأصل في الحكاية إن إحنا هذه الاختيارات لن تضر فكرة الدواء من قريب أو من بعيد بس هتفرق مع الطفل إنه يحس إنه هو مشارك في المسألة لو دور أو لو رأيه النصيحة الـ 12 إنه فيه أوقات الطفل بياخد الدواء غزبا عنه يعني ما خلينا صرحة وأظن أنتم عارفين وأنا عارف أنتم عارفين إنه فيه أطفال كتير قوي ما تاخدش الدواء غير لما بينكتفها ونحط لها الدواء في بقاها ونقفل مناخرها والكلام ده كله فدي برضو نصيحة إن إحنا إذا كان ليس هناك بد من إعطاء الطفل إلا بهذه الطريقة فلازم نديله الدواء إن شاء الله بالطريقة دي ومع لش بنرضيه بعد كده وبنبس دماغه وبنحضنه وبنعمل كل الحاجات لأنه هو بيبقى متدايق وصعبان عليه طبعا ومتدايق مننا إن إحنا عملنا كده بس هو إحنا بنعمل كده لمصلحته النصيحة الـ 13 هي إن إحنا نستخدم المعلقة أو الكباية الصغيرة المدرجة اللي بتكون موجودة مع الأدوية أحيانا خلاص يعني بعض الأدوية لما بنجيبها بيبقى فيها معيار كده فهمي غطة كده أو كباية صغيرة لها معيار ده ليه؟ لأن المعايير اللي هي العلامات اللي بتكون موجودة دي بتسهل إن إحنا نضبط الجرعة أفضل النصيحة الـ 14 إن إحنا نفضل استخدام السيرنجة طبعا بدون السن بنشيل السن اللي بند بها الدواء في حال إذا كان صغير يعني تحت الثلاث سنين تحديدا يعني بنحط الدواء ممكن في كباية أو معيار وكده وبعدين نسحبه بعد كده بالسيرنجة دي طبعا بنشيل السن وبندهوله بقى إيه في بقه تمام؟ يعني أو إذا كان أكتر من ثلاث سنين بس بيقاوم بشدة على فكرة عايزة نبهكم إن فيه سيرنجة اللي هي حقنا يعني بتتبع في الصيدليات مش عشان ناخد بيها أدوية حقن هي مخصوصة للحكاية دي يعني فيه كتير قوم الصادرات عندهم الحكاية دي يعني ادخلوا الصيدلية قولوا لهم أنا عايزة أو أنا عايز سيرنجة أدي بيها لابني الدواء هيديكم سيرنجة كده بيبقالها كمان حتى تدريج كده معين أو خاص تمام؟ يعني الشركات المصنعة للحاجات دي انتبهت للمسألة فسهلت على الأمهات والأباء النصيحة الخمستاشر إن فيه أدوية زي المضادات الحيوية لازم نلتزم بموعيد الجرعات بتاعتها لأن التأخير ممكن يأثر على فاعلية الدواء يعني لما نقول إن الدواء ده بيتاخد كل ست ساعات أو الدواء ده بيتاخد كل تمن ساعات وهكذا لازم نلتزم بالدواء بالمعاد قصدي النصيحة الستاشر دي بخصوص اللبوس الأدوية اللي في شكل اللبوس إذا تم وصفه للطفل فلازم نخلي بالنا إنه بيكون متشال في التلاجة يعني كل اللبوس تقريباً بيبقى متشال في التلاجة خلاص؟ أو معظم الأنواع يعني فلازم نطلعه قابليها بفترة خلاص؟ علشان ما يبقاش سائع قوي فيبقى مزعج بالزيادة يعني هو أصلاً مزعج اللبوس الشراجي ده أصلاً مزعج فما بالكو باله وسائع كمان فإحنا عايزين نعمل إيه؟ يا إما نمسحه مسحة خفيفة كده بالمية الدافية أو نمسحه بمادة ملينة يعني فيه حاجة مشهورة قوي كلنا يعني بنستخدمها للجلد أحياناً نمسح بس اللبوس كده عشان اتخاله في فتحة الشراج عند الطفل يكون أسهل النصيحة رقم 17 هي في حالة إذا كان الدواء نقط للعين أو نقط للأذن فبنحتاج وجود شخص تاني يساعد في السيطرة على الطفل آه عشان اللي بيحط النقط للطفل يقدر يحط النقط دي في عينه أو في عين الطفل أو ودن الطفل بشكل صحيح فمحتاجين حد تاني يساعد يعني حد يسيطر على قدين الطفل أو حركته لأنه حركة الطفل ممكن لقدر الله يعني يحدث إصابات للطفل نتيجة حركاته المفاجأة بالنسبة لنقط العين احنا بنشد الجفن السفلي بالراحة لتحت بالراحة جداً يعني اللي بيدي بقى النقط بنشد الجفن السفلي كده لتحت خلاص بعد جاء بنحط القطر النصيحة رقم 18 إذا طفلك رجع مباشرة بعد ما أخد الدواء فلازم تعويض الجرعة ومن الطرق المناسبة أننا ننتظر حوالي ساعتين ونعيد إعطاء الدواء مرة تانية ونبدأ في حساب بقى توقيت الجرعات من جديد يعني مثلاً الدواء ده بناخده الساعة 4 وحاسبين الموعيد على هذا الأساس الطفل رجع نستنى بقى للساعة 5 وأنا بقول يفضل نستنى كمان للساعة 6 يعني مثلاً نستنى ساعتين ادينا له بقى الجرعة الجديدة الساعة 6 نبتدي نحسب بقى توقيتات الجديدة من الساعة 6 مش برضو من الساعة 4 النصيحة التسعة 10 إذا كان القيء عند الطفل مستمر لقدر الله فلازم إبلاغ الطبيب علشان يوصف لنا الدواء مضاد للتقيق وغالباً بيكون في شكل لبوس أو حقنا لأن كده ملاش معنى بقى كل ما هنديله الدواء هيعود يركع الطفل تمام؟ فلازم نوقف بقى الترجية النصيحة رقم 20 ودي مهمة جداً جداً لحقيقة لأن النصيحة دي عن خلط الدواء بتاع الطفل بمواد أخرى عشان الطفل يقبله أنتوا فأكيد فاهمين قصدي زي مثلاً إحنا نحط الدواء على عصير مثلاً أو على لبن حليب أو على عسل أو على أطعمة معينة وهكذا وده طبعاً إذا كان طفلكم زي معظم الأطفال في العالم كله بيكرهوا أو من النوع اللي بيديقوا وبيديقوكم في موضوع تناول الدواء لازم تسألوا الطبيب ومعليش تسألوا الصيدلي بكل وضوح عن خطتكم لتغطية الدواء يعني إحنا خطتنا إن إحنا هنحط الدواء ده على العصير خلاص؟ ليه؟ لأن مثلاً أغلب أنواع المضادات الحيوية ماينفعش تضاف للعصائر أو اللبن الحليب أو أي حاجة ليه؟ لأن جزيئات الدواء اللي هو المضادات الحيوية بتتحلل بسرعة خصوصاً إذا كان من النوع أصلاً اللي بيتم تحضيره بالماء المقطر يعني فيه مضادات الحيوية تجيبوا الدواء تلاقوه في إزازة كده بودرة وتلاقوا أنتوا بتشتروا من الصيدلية أو الصيدلي بيديكم اللبن بيديكم المية بتاعته ويقول لكم هتحضروه إزاي أنكم هتصبوا بقى المية دي لغاية العلامة بعد أن ترجوها يبقى كده الدواء جاهز للاستخدام خلاص؟ الأدواء دي بقى أكتر يعني هما الأدواء المضادات الحيوية بشكل عام ودي بقى أكتر بشكل خاص بتتحلل بسرعة فنفعش تحطه على عصير ولا حاجة خالف ينفع نشرب الطفل بعدها عصير إنما ما تتحطه مش على بعد إنما فيه أدوية تانية ينفع ينفع تحطه على عصير وينفع تحطه على أكل وهكذا بس في كل أحوال لازم كمية بسيطة من العصير أو الأكل الجاهز تحديداً يعني الأكل اللي هو اللي بيبقى في برطمنات أو اللي انتوا بتعملوه أو حتى الأيس كريم على فكرة بره في دول كتيرة من دول أوروبا تحديداً بيعملوا حكاية الأيس كريم دي بس بيعملوا بقى ده بشروط إن الأنواع تكون فواكه يعني يجيبوا أيس كريم من اللي هو الفواكه خلاص ما يكونش فيها لبن حليب كتير يعني وكمان بتبقى كمية صغيرة وطبعاً ما يكونش الطفل عنده حالة التهاب حلقة أصلاً لأن الأيس كريم كده هيدايقه إنما الأيس كريم ده اختيار مثالي خصوصاً لما بنطلعه شوية ونحط الدواء إذا كان ينفع إن إحنا نحطه أهو أنا بقول لكم نسأل الدكتور أو نسأل الصيدلي فتلاقي الأيس كريم كده يسيح فالأطفال كلها بتحب الأيس كريم فياخدوا الدواء وهم ميت فول زي ما بيقولوا النصيحة الواحد وعشرين إن المضادات الحيوية ليجب إعطاقها دون استشارة الطبيب سهلة دي النصيحة الاثنين وعشرين إنه الاستخدام الزائد للمضادات الحيوية يؤثر على فعليتها عند الاحتياج الحقيقي لها النصيحة التلاتة وعشرين هي ضرورة للتزام بفترات العلاج المقررة من المضادات الحيوية لتجنب مقاومة الجسم لها بعد كده يعني ما ينفعش نقول المضاد الحيوي ده يا جماعة الدكتور يقولوكوا هيتاخد لمدة أسبوع الطفل تحسن بعد ثلاثة يام أو أربعة يام أو خمسة فنقول خلاص بقى مش مشكلة اليومين لأ إنتوا كده أولاً بتعرضوا طفل إنه يرتد عليه الأعراض بعد كده أو إن الدواء ده نفسه إذا احتجناه بعد كده ما يبقاش مؤثر فلازم ناخد الدواء في الفترة المقررة له النصيحة الأربعة وعشرين هي إن المضادات الحيوية أدوية فعالة جداً لمقاومة البكتيريا لكن في حال استخدامها بطرق غير سليمة يمكن أن تقلل من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض النصيحة الخمسة وعشرين إن كتير من أمراض الشتاء بتكون أمراض فيروسية مش بكتيرية فالمضادات الحيوية بتكون غير مفيدة في علاج الأمراض الفيروسية والعلاج في الحالات دي بيكون في أدوية علاج الأعراض زي ارتفاع الحرارة أو احتقان الأنف أو الكحة خلاص الأدوية المضادة للفيروسات على فكرة قليلة في السوق يعني ولازم من استخدامها يعني ما استخدامها مثلاً في وقت مبكر من المرض النصيحة الستة وعشرين وسائل العلاج الطبيعية مفيدة جداً لكن لوحدها مش كفاية والمقصود بوسائل العلاج الطبيعية هي الراحة والسوائل الدفية والأغزية والعصائر اللي تحتوي على فيتامين سي مثلاً يعني وهكذا النصيحة الستة وعشرين ان احنا لازم نلتزم بتعليمات التعامل مع الدواء يعني فيه أدوية لازم تتشال مثلاً يعني تحفظ في التلاجة فيه أدوية أو معظمها لازم رجل إزازة كويس قبل ما نستخدمها فيه أدوية لازم تكون بعيدة عن الضوء وهكذا النصيحة الستة وعشرين هي ضرورة حساب الجرعات بتاعت الأدوية بمساعدة الصيادلة الأكفاء لأنه هو الأدوية بتتحسب أحياناً الجرعة هم بتتحسب بالوزن وحسب إن كل ميت ملي من الدواء الفلاني فيه كم ملي من التركيز المادة الفعالة فالمسألة دي الصيادلة لو شاطرين الصيادلة لو شاطر يبقى أنتو ربنا كرامكم بيا تمام؟ ده في حال ما كانش الطبيب وضح لكم الجرعة بالتفصيل النصيحة التسعة وعشرين ودي الحقيقة للأطباء وهي عن الأدوية اللي بيتم وصفها كل تمن ساعات يعني فيه أدوية تاخد كل تمن ساعات يعني ثلاث مرات في اليوم بيبقى كل تمن ساعات أكيد أنا مش بقول إن ده غلط خالص لكن كل اللي بطلبه إن إذا كان فيه بدائل إن ينفع مثلا الدواء ده يتاخد كل 12 ساعة فده أفضل ليه؟ لأن المصاعب الكبيرة قوي بتكون كبيرة قوي قصدي في إعطاء طفل مستغرق في النوم جرعة دواء يعني إن إحنا يبقى الطفل نايم مستغرق في النوم ونصحيه عشان نديله الدواء لو حد كبير ماشي بتبقى مبلوعة ولو إنها بتدايق بس مع أطفال بقى بتبقى صعبة قوي خصوصا كمان لو الطفل ما بيخدش الدواء بس ده بياخدوا إن إحنا بنحطه على حاجة فيعني دي بتبقى مشكلة كبيرة يعني الأدوية اللي بيتم تخطيطها أو مزجها بمادة غزائية زي ما قل النصيحة الثلاثين خاصة بعدم استخدام الأدوية زي المضادات الحيوية بعد تجاوز الفترة المسموحة باستخدامها بعد التحضير يعني مثلا تلاوه مكتوب على علبة المضاد الحيوية اللي إحنا لسه بقولكو بيتحضر بالطريقة الفلانية يقولك إيه إنه من ساعة ما يتحضر ما يستخدمش مثلا أسبوع يعني أقصى حاجة أسبوع ففردا كان رأي الطبيب إنكو تستمروا على علاج لفترة أطول وفيه شوية تعرفوا إن ده مش فعال لازم نجيب عبوة جديدة ونعمل لها تحضير جديد النصيحة الواحد وثلاثين يفضل إن الطفل ما يكلش قبل الدواء مباشرة يعني يكون فيه فاصل ساعة أو ساعتين بين أكل الطفل وبين الدواء اللي هياخده بعد كده النصيحة الاثنين وثلاثين لازم نسأل الطبيب عن الأعراض الجانبية للدواء في حال وجودها وإمن الأعراض دي تستوجب إيقاف الدواء وإمن الأعراض دي تخلينا نرجع لك نرجع لك كطبيب يعني النصيحة الاثنين وثلاثين إن إحنا نسأل الطبيب عن بداية التحسن وده هم جدا نقوله التحسن نتوقعه من إمتى ونسأله عن الشفاء طب الشفاء الكامل بإذن الله تعالى هيكون إمتى النصيحة الاثنين وده قبل الأخيرة إن إحنا نسأل الطبيب عن إمكانية مزج الأدوية مع بعض زي مثلا هل ينفع أن نحط دواء خفض الحرارة مع دواء الحساسية أو دواء خفض الحرارة مع دواء الكحة أو دواء الحساسية مع دواء الكحة ينفع ولا مينفعش لازم نسأل الطبيب والنصيحة الـ 35 هي ضرورة وضع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال وده بجد مش كلمة بتتكتب على العلب هذا الدواء يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال وتلاقي العلب محطوطة كده ونلاقي الأطفال بعد كده عفارية أشقية يعني بيحاولوا يستكشفوا كل حاجة وبيشوفونا أحيانا بناخد الدواء فلازم نحط الأدوية بعيد عنهم بجد دي كانت حلقتنا النهاردة اللي خصصناها عن الأطفال والدواء يا رب تكونوا استفدتوا ويا رب تكون الحاجات اللي انتم عارفينها أكدتوا على معرفتها والحاجات اللي كانت يعني غايبة عن ذهنكم ربنا سبحانه وتعالى قدرنا إن احنا نقولها لكم نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع الجاي من يوحكا لنا سلام عليكم